اشتركوا في القناة الأستاذ وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات صباح الورد يا فندم صباح الورد وحشتنا جدا صباح الورد وأهلا بك في البداية قبل ما نتكلم عن مخاطر الانترنت على الأطفال إمتى الطفل يبتدي يتعامل مع الانترنت يمسك تابلت يمسك موبايل إمتى في سنة كام هو بالفعل على فكرة مسك موبايل خلاص وتابلت ده حقيقي لأن الموضوع ده أصلاً المعلومة راجع لإمامته الأم الحامل اللي أصلاً في بطنها جنين وهي أصلاً مدمنة للإنترنت والموبايل فمسكتها للموبايل اللي هو الموبايل الصيني تحديداً اللي هو بيتصنع مش براند ميدن شاينة الموبايلات اللي احنا قلنا في يوم من الأيام عليها إنه ده جاي بطريقة غير شرعية الموبايل اللي هو بيسخن وأوائل آخرة فهنا حذرنا من الكلام ده كله الأم اللي ما عندهاش وعي وثقافة وتمسك موبايل وتتكلم فيه فترات كبيرة جداً بتتعدى الساعة في اليوم ده كده عندها مرض مرض إدمان لاستخدام التصوات الهاتفية وإحنا قلنا اسمه ميدز فهل ده بيأثر على الطفل؟ أه بيأثر على الطفل هو كلام ده إحنا كهندسة يعني إحنا عاملين دراسات بالكلام ده مش كلام مرسل وكلام كده بيأثر صحياً يعني والذي بتبقى عادة الطفل بيأخذها لا بيأخذ الإشعاعات وبعد ما بيكبر بيبانى عالية تغاية فسيولوجي كده بعد خمس سنوات دي دراسة إحنا عاملينها ألفين وتسعة يعني حضرتك بتنصح أنه حتى لو طبعاً الساعة في اليوم ده يبقى إحنا كلنا مضمنين عشان نبقى واضحين إحنا كلنا مضمنين إنترنت حضرتك بتنصح أنه على الأقل في فترة الحمل لا تحاول بقى إيه؟ إنت عندك شهر الأول والتاني والتالي أي دكتور كده يقولك خلي بالك بينصحها فيه محاذير كده وتحذيرات رئيسية أو أعطاك لحاجة معينة نفس الموضوع إحنا برضو بنقولك متخصصين ما تمسكيش الموبايل أكتر من تلك ساعة في اليوم طيب الموبايل بس ولا أي جهاز لا خلينا نتكلم في موبايل تابلت لابتوب كمبيوتر كويس سؤال جميل جدا لا إحنا الإجابة الصح الموبايل لأن الموبايل فيه سيم كارد والسيم كارد هي الشريحة اللي بتلتقط الإشارة أو السجنال الإشارة وتاخد المكالمة وإنت تستقبلها ده دي اي اس داس أو سار معامل امتصاص الأشعة اللي هو البرج بيبعث الإشارة أنا اللي مسك الموبايل والموبايل بناخد الأشعة دي يا تارة أنا اللي همتصص الأشعة أكتر ولا الموبايل طب واللي بيستخدمه فده بيرجع ليه البراند الموبايل واللي بيستخدمه المنبه بتاع الموبايل وهو جنبه نايم أكبر غلط طب هم هم العاملين منبه ليه هم عاملين منبه؟ أكبر غلط هو القصة غلط مش في المنبه القصة في السجنال اللي رايحة وجاية جنبي بحالي نص متر أو متر حد أقصى أنا يعني برضو من النصايح يكون بره ورفة النوم الموبايل حتى بنام نوم عميق وده ننتج عن إيه؟ أنا برمجت العقل الباطن عقل الداخل اللي عندي إن أنا الموبايل مش جنبي يعني بتنصح برضو الناس إنه يستخدموا المنبه القديم الكلاسيكي بتاعنا ممكن بقى نقفل نخلي الموبايل على وضع الطيران ونخلي المنبه لكن نقفل السجنال الإشارة لإشارة الموبايل وفي نفس سجنة المنبه هيشتغل حتى لو مطفي على فتا يعني أهم حاجة بيباش فيه لقطة الإشارات وفي إتصال أو حاجة مزبوط صح كده؟ نفس الموضوع ده دامع الأدلت اللي هم الناس البالغين هو هو نفس الجنين اللي ببطن مامته في أول شهر الحمل فتلاقي الإشارات دي بتأثر على الطفل ييجي بقى الطفل بالسلامة إن شاء الله كده عنده سنة أو سنتين نيجي عندي ثلاث سنوات إحنا منقول إن دي سنة أولى تكنولوجي بالنسبة للطفل أول سنة يمسك فيها موبايل ويقول لي مامته وبابا ميد دي ياخد الموبايل ويحاول يلعب فيه لو عم ثلاث سنوات فده أول كبداية هنا فيه محاذير شوية في الأطفال ما بين ثلاث سنوات وخامس سنوات الخامس سنوات هو العمر عمر الطفل اللي بيعي ويدرك معنى الإباحية وده خطر يعني أنا طفل لو خدت تليفونك بنت خدت تليفونك وشايفت فيه مقطع إباحية أو فيديو أو أي حاجة ممكن تفكر إن ده مامتها اللي عاملة كده أو باباها وده حقيقي وده ده وقاء حقيقية من سنة خمس سنوات يبقى سنة خمس سنوات عمر سنة خمس سنوات للطفل العمر اللي بيدرك معنى الإباحية أما عمر ثلاث سنوات هو أولى تكنولوجي في عمر الطفل اللي بيبدأ ياخد معلومات عن لعباء يعمل دونلود لأبليكيشن مهانس وليد فيه بعض الأطفال أو يعني الأكتر منهم يعني مش بعضهم هم بيدخلوا على الإنترنت يعني أنت مش مجرد بتديره الموبايل أو التابلت بس يشوف حاجة عليه لا ده هو بيسارش على الفيديو يعني الفيديو إذا كان حاجة كارتون أو أي حاجة عايز شوفها وبيجيبها فعلا فإزاي أنا أحدد ده من سن قد إيه ممكن إبني يدخل يمسك جهاز عليه إنترنت ويبدأ يستخدمه بس إحنا مش هنقدر نحدد إن أنا أقدل الموبايل لإبني أو الطفل الصغير وإن أنا أقول له تنزل إيه وما تنزلش إيه إن هو خلاص مسك الموبايل فهو هو متحكم بالموضوع فمسك الموبايل عارف إن فيه آيكون اسمها بلاي ستور ده المكان اللي بيجيب منه رسومات كتير قوي اللي فيها آيكون حلوة شكل جميل لبرنامج أو لعبة لما بيضغط عليها بيشوف لون الأبليكيشن مخفي هدا كده ولما بيفتح معها يعرف إنه بدأ يشتغل فده إدراك عقل الطفل هو مش فاهم كلام هو فيه لعبة حلوة شايفها رسمة قطة ورسمة مش عارف إيه فلما نزل القطة قبل كده واتكلم ليها بترد عليه فهو فيهم إن رسمة القطة دي ده برنامج أو أبليكيشن مجرد ما يتكلم بيردد صوته فلما يدخل تاني على البلاستور ويلاقي نفس الشبع الآيكون فبيجيب نفس الموضوع إزاي قدر أحمي طفلي من إنه هو يتعرض لموقع الإباحية أو حاجات يعني غير لائقة هو ممكن يشوفها أشوف بقى الأول النصيحة الأولى ما تديش موبايل فيه سيم كارد لطفل قدي موبايل فيه واي فاي فقط ده أول حاجة وبناء على موبايل فيه واي فاي هل أنا عندي في بيتي فيه راوتر فيه خدمة الواي فاي موجودة ولا لا لو موجودة يبقى لازم أعمل كنترول عليها أنا أجيب مهندس أو حد بيفهم فيه إنه يعمل كونفجريشن أو يعني يعمل إعدادات للراوتر الجهاز اللي بيطلع لي إشارة أدخل في الراوتر ده أشوف اسمه إيه الأول إيه مزود الخدمة اللي أنا تابع ليه أين كان شركة إيه رقم ثلاثة أفهم معنى كلمة دي أن اس الثلاث حروف دول اللي بيعملوا تصفية للإنترنت الإنترنت هو داخل عندي في البيت يعني تصبيت بيبقى من راوتر أصلا من راوتر نفسه بيقدمني الخدمة بعمل فلتريشن يعني أنا عندي مية مش نضيفة بجيب فلتر مية بنقيل المية أنا عايز بقي يكون فيه وعي عند المجاهد دلوقتي وإن يفهم فيه حاجة اسمها إعدادات للإنترنت من خلال الراوتر وحط له أرقام دي أن اس أرقام دي أن اس بتصفي للإنترنت بس الإعدادات دي مش هتضر برضو احتياجات الأدلتس على النات أنا مش بتكلم على الحاجات اللي هي فيها تجاوزات بس بتكلم على إن هي ممكن تعطى البرامج تانية ما فياش أي حاجة سؤال مهم أنا إذا دخلت على دي أن اس والخدمة اللي هتفلتر للإنترنت الخدمة دي بتقولك أنت عندك 52 تصنيف للإنترنت يعني أنت عندك حاجة للأدلتس الناس البالغين عندك حاجات بيكيني عندك برنجرافي ندتي العرية والإباحية والكلام ده كله طيب أنا كراجل بالغ أولية أمر في البيت أعلم علامات مربعات كده على الحاجة اللي أنا مش عايزة تحديدا بس الموضوع ده شوية رير يعني هو مش متعارف عليه الناس مش عارف الموضوع ده يمكن أنا مثلا شوية يعني بعتبر نفسي فاهمة شوية في الإنترنت وكده أول مرة أعرف الدي أن اس وأن أنت تقدر تحدد عليه الحاجات اللي أنت عايز طيب من الروتر كمان زي ما مققتنا يبقى التحديد بيبقى من الجهاز نفسه ومش من الاستخدام وليه سؤال برضو لو إحنا علمنا على نيوديتي ما هي نيوديتي دي برضو ممكن تكون في الكونسيبت بتاع الروتر ما هي دي برضو ممطوطة يعني أنا بتفرج على فيلم أمريكي عادي ما بيندركش تحت البورنوغرافي وعشان أنا كنت معلمة أصلا على نيوديتي الفيلم مش هشتغل مقام مفوش حاجة صح؟ طيب تمام لأنه بيحوي لبعض المشاهد الممكن تكون أفر شوي ماشي هو هيفلتر بقى موقع ويب سايت مش كونتنت يعني هو ياخد ويب سايت كموقع ما يفتحش عندي أما ككونتنت هو مش هيراجع كله لأن كل كونتنت كل محتوى يعني تابع ليه السيرفر اللي هو تابع ليه أو الخدم اللي تابع ليه أول حاجة الناس اللي تعمل إيميل أغلبنا رعرف يعمل إيميل الاسم الأول والتاني أو الأخير والكلام ده كله والباسورد سهلة يعني حاجة اسمها ريجستريشن يعني تسجيل أدخل على خدمة فري دي مش إعلان www.opendns.com أو أفتح في أي موقع سيرش OpenDNS الخدمة دي فالفري بدخل من خلال الخدمة أعمل ريجستريشن كأنني بعمل إيميل أو أن أنا أبقى عضو في OpenDNS بيفتح لي dashboard أو cpanel أو لوحة تحكم أدخل على القائمة دي واختار اللي أنا قلته وأعمل apply خلاص أنا نفذ لي الكلام ده في خلال تلات دي يبقى في معادة ذلك هو مش هيتفتح بالظبط كده صح كده ده كده عن طريق الروتر ده على كل الأجهزة بقى اللي هي متصلة بالروتر سواء tabs أو يعني tablets أو mobiles أو كده مضبوط أما لو الأطفال ومعها موبايل بالنظام أندرويد أو ويندوز فون أو الآي او اس إحنا بننصح بحاجة اسمها family center family center أو في حاجة تانية غير family center اسمها kids corner ركن الأطفال أنا بعمل إيه بسيب الوجهة بتاعت الموبايل العادي زي ما هي وبعمل kids corner أو family center وأقول بحط له application معين أو game لعبة معينة والجرافيك انترفيس أو الانترفيس الوجهة نفسها بتبقى مع الطفل ده يناسب الطفل يدخل أي حاجتين ما يعرفش يدخل ليه يدخل على setting ولا يدخل على facebook ولا أي حاجة خالص اللي أنا حددته له هيزهر له هو حضرتك ذكرت ثلاث three systems اللي هو ال iOS والاندرويد والMicrosoft مزبوط مفيش حاجة رابعة في blackberry iOS آآآآآآآآآآآآآآآآآ إحنا بقى منقول بقى إنه family center ده ممكن يقول إيه بقى للأطفال أنا الطفل بيواجه مشكلة كبيرة جدا أن أنا لو خدت منه التليفون ممكن يكسروه في الأرض أو يعيط شو مقتنعة بالإنتي بتقولي تاخدي مني الموبايل ليه ولو قلت له خد الموبايل بتاعك ما بيقتنعش ليه بيقتنع بتاع ماما وبابا نعمل إيه؟ أنا عشان كده قلت الكيتزي كورنر أو الفاميلي سنتر فبحدد إن الواي فاي يفصل بعد ساعة إن الشاشة تطفي بعد نصف ساعة بعد الواي فاي فقدر أتحكم في أوبشن بتاع الموبايل يعني مهانس وليد مقصود إحنا بنشكرك جداً والموضوع يعني عايز حلقات كتير جداً لأن فعلاً إذا كنا بنتكلم على مساوى الانترنت والتكنولوجي اللي بقت بتاخدنا في حتة تانية بالرغم لها إجابيات كتير بس لها سلبيات فهي بتزيد أكتر مع الأطفال لأن إذا كان الأدلس وعيين وعندهم وعي كافي إزاي يستخدموها فهو الطفل ببعايز اللي يعرفه عشان كده يبقى لنا إن شاء الله حلقات تانية كتير أنا أشكركم وإحنا لو في حد بس على السوشيال ميديا احمي طفلك في صباح الورد يعني خلينا وهاشتاج فريق سوشيال ميديا عشان نرده لو عايزين نبعد أبليكيشن لأي حد مهتم بنوى يحمي طفله في البيت نشكر حريك يا وصدق بريد صباح نشكرك شكرا جزينا مشاهدينا في واصل ونرجع مع آخر فقراتنا والتغذية مع دكتور مصطفى سياري وفي انتظار كل مشاركتكم